بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي غمر صدور أصفيائه بلطائف التخصيص طولا وامتنانا وألف بين قلوب عباده فأصبح بنعمته إخوانا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم مصطفانا ومجتبانا ومبتغانا اللهم صلي عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه جودا وإحسانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت مولانا ونوان برنامجنا الذي يتناول استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم أنت مولانا مقتبسة من قوله تعالى أواخر صورة البقرة أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فكلنا بغير الله لا قمة لنا نحن مع الله نحن بأمس الحاجة إلى الله في كل نفس هو الله قوتنا من قوته قدرتنا من قدرته عافيتنا من عافيته كل شيء بيده جل جلاله سبحانه وتعالى وأما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى وصلنا في استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعاذة كان يقولها عليه الصلاة والسلام صباحا ومساءا كان يقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وكان إذا أصبح صلى الله عليه وسلم فطلع النهار كان يقول اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وأعوذ بك من شر هذا اليوم وأعوذ بك ومن شر ما فيه ما معنى أن تستعيذ من شر الليلة ما معنى أن تستعيذ من شر النهار ما معنى أن تستعيذ من شر ما في الليلة ومن شر ما في اليوم صلى الله عليه وسلم لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم التوقيت توقيت هذه الاستعاذة يقبل النهار فيستعيد النبي منه ومما فيه ويقبل الليل فيستعيد النبي من الليلة ومن شر ما فيها ما هذا ما السر ما هو ارتباط الزمن أو تقلب مجريات الكون والفلك مع الإنسان هل هناك علاقة هل هناك علاقة بينك أنت أيها الإنسان الذي تمر عليك اليوم والليلة وبين تقلب الليل والنهار نعم هناك علاقة كبيرة جدا سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لمن؟ لأولي الأبصار فهذا تقلب الليل وتقلب النهار إنما هو رسائل لك أيها الإنسان لتتقلب نحو الأصلح لك فما يحدث في الكون من حولك ليس عبثا حاش لله وليس بمنأ عنك أنت الذي عزلت عنه الله عز وجل ذكر ذلك في سورة الإسراء حين حدثنا الله عن الليل والنهار وأنهم آيتان ماذا قال جل جلاله؟ بما ختم الآية؟ قال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لما يا رب؟ لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا فأنت مرتبط بالنهار وأنت مرتبط بالليل ألم تسمع ما ورد في الأثر من تساوى يوماه فهو مغبون إذن تقلب الليل والنهار وعودتك بتقلب الليل والنهار أنت تخطو خطوة جديدة نحو الله إنا لله وإنا إليه راجعون فتقلب الإنسان تقلب الليل والنهار وزيادة في عمرك أنت بمعنى ذلك أن فترة بقائك على الأضبدة التقل وفترة انتقالك إلى العالم الآخر الحقيقي اللقاء الموعود يوم القيامة أو قدنا فإذن النبي صلى الله عليه وسلم اختار توقيت التعوذ توقيت مقصود سبحانه وتعالى الذي جعل الليل والنهار آيات للإنسان إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لمن؟ لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون الليل ليس فيها شر والنهار ليس فيه شر إما نسبة الشر إليها من نسبة ما سيقع فيها ليست هي شرا بحد ذاتها لما أنت أعوذ بكم شر هذه الليلة ليست الليلة شرا وكما هو أنه ليست خيرا حسب ما فيها فهو ظرف زماني ما سيحدث فيه للإنسان يحكم على الإنسان أن هذه له خير أو سوء لذلك يتختلف كل ليلة من شخص لآخر من إنسان لإنسان فليلة هي ليلة أنس وارتقاء وقرب من الله على القائمين للليلة لله وهي ليلة شدة وظنك على مريض مثلا يتألم ويتقلب شدة الوجع إذن أشر ما فيها إما المقصود بها ما سيطرق في الليل النبي صلى الله عليه وسلم اختار الليل اختار النهار لأن الإنسان عادة في الليل يكون في حالة ضعف فاستعاد النبي صلى الله عليه وسلم من شر الليلة لأن طوارق الليل لأن الحوادث يطرقن أسحار فحوادث الليل إذا أطرقت ما للإنسان نسأل الله العافية تؤذيه لذلك مما يقع على الإنسان من شرف الليل مثلا الحلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكراهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتحول عن جنبه وليستعذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره أبدا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر استعاذ من شر الليلة وشر ما فيها بيّن لنا نوع من أنواع الشر الذي يقع في الليل عد عد صلى الله عليه وسلم ما تراه عيناك في عالم المنام الذي لا يؤثر على الواقع كما نظن كما يظن الناس عده شرا ومرك أن تستعيذ بالله منه لأنه نوع من أنواع إذاء الشيطان للإنسان نوع من أنواع تعرض الشيطان للإنسان أن يحزنه بأحلام تكدر عليه أو تنغص عليه حياته فالنبي صلى الله عليه وسلم من ذكر من أنواع الشر التي تطرق الليل ذكر الحلم وكأنه مثال فما فوقه فهو أولى أن يستعاذ منه إذا كانت الرؤية إذا كانت الحلم الذي يحيي حزن الإنسان ولم يغير فيه شيئا مجرد حزن أحزنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتعوذ بالله من الشيطان منه فإذا ما بالك بما أكبر وأكبر من ذلك نسأل الله أن يجنبنا وإياكم المصائب والفتن الصاحي عذ بالله ذي الجلال والمجد والنعماء والإفضال ثم تلو آيات من القرآن ووحد الله ولا تبالي أنت مولانا إلى لقاء آخر بمشيئة الله حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة